فشل تل وفشل وحين رفعت حكومته الراية البيضاء معلنة إفلاسها على مستوى كشف الفاسدين جاءت الخطوة التالية لتكشف عن مده شاشة حكومة حيدر العبادي الحكومة أضعف من أن تواجه ملفات الفساد لتحقق فيها وهيئة النزاهة البرلمانية وإن قررت فإن وزراء سابقين وحاليين من الأحزاب الحاكمة تعاطل أي قرار يتخذ بحق الفاسدين مصادر حكومية من مكتب العبادي تحدثت عن استقدام واحد وعشرين محققا دوليا إلى بغداد يصلون نهاية الشهر الحالي للتحقيق في ملفات فساد مالية مسألة من الطبيعي أن تعارضها أحزاب سياسية استفادت على مدى سنين طويلة لتضخم أرصدتها الأحزاب ترى أن الخطوة تشكك في القضاء وأن الأمر فيه إساءة في دائرة الاستهداف بحسب المعلومات شخصيات في واجهة المشهد السياسي بالعراق بينها رؤساء وزراء حكومات ما بعد الاحتلال ومنهم إبراهيم الجعفري ونور المالك إلى جانب وزراء آخرين تحقيق قيل إن الهدف منه هو الكشف عن مصير ما يزيد عن 360 مليار دولار مفقودة من موازنات البلاد في الفترة الممتدة بين 2004 وحتى 2014 خطوة يرى كثيرون أن الهدف منها يحتمل أن يكون لغلق ملف هذه السرقات بتبرير عقد تحقيق من المرجح أنه سيكون شكليا لا أثر له على أرض الواقع في العراق تشير تقارير إلى سرقة ما يزيد عن 850 مليار دولار إضافة إلى تضخم في الفساد على مستوى مؤسسات ودوائر الدولة فضلا عن المشاكل الأمنية والاقتصادية التي تسيطر على البلاد طولا وعرضا قرارات ملاحقة لفاسدين ظلت حبرا على ورق وجدت مكانا لها على رف التعطيل بسبب ضغوطات الكتل السياسية التي تمنع محاسبة مسؤولين فيها ما يعني أن التحقيق المرتقب سيجد مكانا له هو الآخر على رف التأجيل أو التعطيل ليبقى الفساد صفة لا تتنازل عنها الحكومة الحالية ولا ينفصل عنها